هنبتدي النهاردة ناخد الخطوة الرابعة ان شاء الله الامبروف مرحلة التحسين في الميزدوليجي فور دي ماك وان شاء الله بإذن الله هنبتدي النهاردة نشرح حاجات جديدة في مرحلة التحسين بس فيه قبل ما هشرح حاجة فيه ناس كتير قوي يكلمتني على الخاص خلال الاسبوع اللي فات بالنسبة للفاينال بروژيكت اذا مش عارف ليه النسبة نعته على الواقس انا اتفقت للمهندس احمد خسام هيبعت على الجروب الايميل بتاعي لان الفاينال بروژيكت لازم يتبعت على الميل وعشان يبقى فيه شرح وافي انما على الواقس مش هقدر انا ابص على الفاينالات كلها على الواقس بس انا بصيت يعني انا بصيت عليها وفيه ناس قلت لها كومنتات وعملتها وفيه ناس شرحت لها حاجات كتير بخلال الفترة دية وان شاء الله الفاينال بروژيكت مش هيبقى واقف على الانالايز وبس ده احنا كمان هنضم عليه الامبروف والكونترول شرحت لما هنشرح الامبروف النهاردة هنشرح النهاردة ان شاء الله الامبروف وبكرة لان الامبروف برضو ايه شابتر كبير وفيه ادوات كتير وفيه اساليب كتير فهنشرح النهاردة جزء وبكرة ان شاء الله هنشرح الجزء التاني في الامبروف وانا هقول لكم على طريقة تستخدموها في الفاينال بروژيكت علياة تستخدموها في الفاينال بروژيكت لسه مخلص مبدئيا الفاينال بروشيكت حطينا فيه الانشيال اساسمنت وأنا هدي كده سريع عن كل اللي فات فكل الناس تركز معايا لأنه فيه ناس طلبت مني عايزين نراجع يا هندسة وإحنا لسه بخلين جداد في القرص وفيه ناس طلبت مني من السودان متهياق لي لإما من السودان لإما من اليمن مش فاكر الشبكة عندهم بتاعت النت ضعيفة فهم ما بيقدروش يشوفوا الحاجة أو ما بيقدروش يتابعوا لأن الشبكة بتاعت النت هناك ضعيفة فقالولي عايزين مراجعة كده سريعة فأنا ان شاء الله هستوفي بكل الطلبات اللي اتطلبت مني خلال الأسبوع اللي بيت سريع كده قبل ما خش في مرحلة التحسين الخطوة الرابعة بالنسبة للناس اللي هي برضو سألتني ايه؟ انا لغاية اخر القرص انا لغاية انا قلت التسليم بالنسبة للأستاذة ليلى انا بالنسبة لتسليم الفاينال بروجيكت لغاية بالكنترول يعني معاك طولرانس بتاعتها هيبقى درجة الفاينال بروجيكت تلاتين درجة ان شاء الله والتمارين اللي هي بتاعة النومورك الاسبوعية عشرين والحضور بتاعة درجة خمسين فها دي بالنسبة للمية درجة بتوع 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 القرص بتاعنا بتوع المنهجية وان شاء الله انا بتمنى للناس لها النجاح وبتمنى للناس اللي هي كلها تكون استفادت من القرص دوت من خلال التطبيق عملي في مجال عملها وان شاء الله بإذن الله هتطبقوا هتطبقوا الدماغ وهتطبقوا بشغلوكو وهيفكوا جدا جدا وان شاء الله خير بإذن الله فانا هدك سريع عن اللي فات كله بعجالة قبل ما خش على عشان طلباء زمايلكو والناس اللي هي في أماكن بعيد مش بتوفر عندها شبكة نيل والناس اللي هي لسه جديدة ما حضرتش معانا المحاضرات القديمة فإحنا خدنا يعتبر عجالة كده حاجة اسمها الانشيال السيسمين طبعا الحاجات دي كلها تنقوا على الفيديوهات بتاعتي على صفحتي وعلى والمهندس احمد حسان مشكور والمهندس عمر اسليم مشكور بيشايروا كل الفيديوهات دي يعني يمكن في الأسبوع مرتين فأنتم مش هتغلبوا في موضوع الفيديوهات هتلاقوها على صفحة الفيسبوك وهتلاقوها على جروبين جي وان وجي تو المهندس احمد حسان بيشايرها بعد ما بيعمل لها المونتاج بتاعها على اليوتيوب والمهندس عمر اسليم يعني كطر الله خيره بيشايرها على طول على الفيس وكل حاجة صفحة وعلى صفحيت هنا بالفيسبوك وعلى الجروبين جي وان وجي تو يعني مش هتغلبوا في المحاضرات اللي فات هلا هديكم عجالة كده كان عندنا الخواص بتاعت كنا بندرس اول حاجة في الليمش ازاي بنحسبها الدي بيو والدي بيو طبعا كلنا عارفين بنجيبها ازاي اللي هي كانت وبعد ما شرحنا دي بيو شرحنا دي بي او اللي هي وبعد كده شرحنا دي بي ام او اللي هي دي بي ام او مليون ايبورتيونيتي والتلات حاجات دول عشان في الاخر الترجل بتاعنا اجيب السجمة فينا واحد تب줘 وقال يا هندسة هو احنا بنحسب الانحراف المعياري ليا السجمة دي واحدة قياس عشان نفرح ما بين السجمة والسجمة اللي احنا بنحسبها في الانحراف المعياري اللي هو تعري في الانحراف المعياري اللي هو كلنا بيديه بقانون اللي احنا خدناه الفرق بيقولي طب هو اللي ابن الفرق تقول لأ أنا فرق كبير إن السجما دي يدي وحدة قياس زي الفولت والأنبيا إنما السجما ليفل دي درجة السجما اللي انت التارجت بتاعك أو اللي انت عايز تحققها في المكان اللي انت شغال فيه اللي هي بتبقى من واحد سجما لستة سجما هي دي السجما ليفل إنما السجما اللي احنا كلنا بنحسبها القانون الانحراف المعياري لوحدة قياس فطبعا فيه فرق كبير ما بين السجما ووحدة قياس السجما اللي هي الانحراف المعياري اللي احنا حسبها بالقانون واللي احنا حسبناها الستاندرد يبيش على عن طريق الكسل لما جينا اخدنا قيم اللي بتهلكوا في التمارين القديمة وقلت لكم اللي مش هيقدر يحفظ القانون يقدر يحط القيم في شيط اكسل ويعمل المعادلة الفنكشن بتاعتي الستاندرد ديبيشن هيجابهم فرق كبير قاوة بين السجما ليفل والسجما بتاعتي الانحراف المعياري الطارجت بتاعنا في الانيشي الاسيسمي لما بحث بالدي بيو لدي فيكت بير يونت والدي بيو لدي فيكت بير ودي بي امو لدي فيكت بير ميليون يونت هجيب السجما ليفل بواسطة الكالكولياتور تمام أيها يا استاذ علي الله يخليكي شكرا لك شكرا لك يا استاذ علي معليش يا استاذ علي معليش أنا آسف يقفيني من موضوع البي اي اف لما حضرتك طالب أنا بعدت المرجع بتاع اللي هو اللي عايز يوسع من مداركه من كورس طبعا القرص اللي أنا بشرحه يعني يعتبر قرص خفيف عن المناجية بتاع سيك سجما يعني يعني بقى هين كويت وييلو ونص جريل فلسه بقدر يقوي على على السيك سجما وإحنا إن شاء الله هبتدى نظم يعني بعد القرص ده ما ينتهي هبتدى نظم مع المهندس عامر سليم والمهندس عامر ختام بس في الأيام الجاية إن شاء الله أول لما ازبط متريال وازبط حاجات إن شاء الله هبتدى نزبط طبعا ليش يا استاذ علي عافية من موضوع البي اي أنا بقول حضرتكو بتيبوا معايا فاللي بيكتب ويشوف الفيديو الفيديو موجود على الصفحة والكتابة بتاعت حضرتكو اللي أنا طلبت فأول محاضرة اللي إحنا هنكتب بنوت كل حاجة فدي هتبقى مرجع لك يعني شامل الفيديو موجود والكتابة اللي حضرتك بتكتبها معايا موجود فمعليش يا عافيني من موضوع البي دي اف اسوها لأنا ناسم مرجع تاني إن مرجوعنا عشان احسب السيجما ليبل انا بتطلح ادركه الكالكوليتور شيت سهل مبسط الناس يعني افكروا ازاي يحسبوا السيجما ليبل عن طريق شيت اكسل مبسط بتخط في القيم بتاعتك بتاعت الانيشي الاساسمنت بيحسب لك السيجما ليبل على طول بواسدة الكالكوليتور طيب النقطة خلص لها بتاعت الانيشي الاساسمنت انت دخانى على موضوع جديد اللي هو البروزيسgiologam. شرحنا البروزيسج bluesharp diagram وقلت اي حاجة يعني انogue مكتوب لها diagram يبقى لازم diagram. اي حاجة مكتوب لها diagram يبقى لازم نرسم diagram يدقي الترق بتاعت الاسم diagram ceubواب عمم Benga acceptable. بقاسطة الاكونة اللي هي اسمها السمارت ارت. هنيرسم من السمارت ارت اي حاجة في الدهاجرام هتلاقيها في الفايل بتاع السمارت ارت. ايه ما كل بار بوينت ايه ما تلقوها يعني. والدهاجرام مهم من ايه? لان اللي هيكتب على الورد او الكتابة ما بتبينش اللي انت هتشرح له او اللي انت هتبين له المعلومة المعلومة كافية. فهو عشان كده سموه دهاجرام مخطط. لازم ترسم مخطط. ارجوكو. اي حاجة ما احنا اقول لا. سي السايبوك دهاجرام زي الحاجات اللي احنا اخدها في الاساليم اللي هي بواسطة دهاجرام كلها. ولسه النهاردة هناخد اساليم جديدة في الامروه. كلها دهاجرامات. كلها. مصففات ودهاجرامات. فهي كنت اعتبر اللي هي السكسج مع احصائيات. وده جرامة مخططات. فهي عشان كده منهجية بتوضح. بتوضح بالرسم. يعني من ضمن العوامل الاساسية في المنهجية التوضيح بالرسم. يعني ده التوضيح بالرسم والاحصائي. يعني هم العاملين دول. المنهجية بتاعت السكسجما. مشهورة بال العمليات الاحصائية الحديثة. زي الميني تاب. اللي هو اعتبر احدث من الاسل. والمخططات والرسومات والدياجرامات. فهي العمليات دي كلها العمليات دول انت بتستخدمهم في المنهجية. من اول الديفايل لغاية. بتستخدم العمليات الاحصائية بواسطة الاسل والميني تاب. وبترسم الدياجرامات والاساليب عن طريق الاسمارت شارت في الباوربوينت والاسل والورد. فطلطت من حضراتك البروسيس في مشهورة الاجرام. وكل حضراتك عملتوه. في خلال عملكم بتكتبوا البروسيس بتاعكم اللي انتم بتقوموا بيها. سواء كانت خدمات تعليمية او كانت خدمات عامة او صناعية. اي ان كان كل واحد في شغله. في واحد برضو كاناب لي قال لي يا هندسة. انا مش انا شغال في شركة ميا. ومش عارف اطبق المنهجية في مكان عامل. ازاي? ازا كان الناس اللي هي اشتغلت في المجال التعليمي والاكاديمي عملته. اللي هو يعتبر اصعب من مجال حضرتك في المجال. يعني معلش شركة ميا هتلاقي عندك في محطات ميا وفي فلاتر وفي تانكات وفي بروسيس كتير للفايل البروداكت اللي عندك. فانت ازاي مش عارف تستخدم منهجات الدماغ بتاعت السيكس السيجن. انت لازم هتلاقي عندك فيه خطوات كتير للتعريف والمشكلة. وبعد كده هنخش على القياس ازاي بتقيس الملوحة بتاعت الميا وازاي بتقيس درجة النقاوة بتاعت الميا والحاجات دي كل يعني ده انت المجال بتاع حضرتك يعني اه مجال واسع اللي انت تقدر تطبق فيه المنهجية بكل سهولة. وكان معايا ناس في معالجة الميا كان مهندسين كانوا في الجريد معايا كانوا شغالين في محطات تحليق الميا والمعالجة كانوا بياخدوا معايا بكورس. وطبقوا عمل البروشيكت بتاعهم على اكمل وجه. فحضرتك يعني انا مش فهم ازاي انت مش عارف تطبق المنهجية في مجال شركة المياه. فيعني يعني اكيد فكر في الكلام بتاعي هتلاقي ان عندك من الاول لغاية اخر حاجة الكنترول انت عندك التانية فري عادي. اي حاجة اي مجال عمل الناس بتطبقه في البنوك الناس بتطبقه في المحطات البريد. الناس بتطبقه في شركات خودابون والانتصالات. الناس بتطبق المنهجية تعتبر في كل الخدمات وفي كل المجالات الصناعية اللي موجودة على مستوى العالم. تمام? اه بعد ما خلصت اه تقدر برضو تطبق حضرتك اهو استاذ مصطفى. استاذ مصطفى تقدر تطبق دوت في مجال اللسكاد. اللسكاد بيبقى فيه ناتا وفيه بيانات وفيه حاجات عايزة تطور انت عايز تدفع في البرنامج. الحاجات دي كلها تقدر تقوم بيها. يعني الناس اللي شغالة في الدزاين. الناس اللي شغالة في اللسكاد. الناس اللي شغالة في الدكلا. الناس اللي شغالة. لازم تطبق منهجية سيك سيجما حتى في قسمك. يعني حتى لو انت شغال في اللسكاد. انت عايز تطور من مجال شغلك. تمام? فانت بتبص على البروسيس كاملة. انت الفاينال بروتك تعدك برنامج في النهاية. طب البرنامج ده انا عايز مثلا بدل ما ارسمه في ساعتين ارسمه في نصف ساعة. ايه اللادة اللي انا هقدر ادخلها وعملها في القصة دي. فانت هتقدر تطور? آه هتقدر تطور. هتقدر تقلل الويست عندك. والهوادر? هتقدر هتقدر تطبق المناهجية بتاعتك هتقدر تطبق المناهجية بتاعك. ازية طبقه في السيونة والتشغيل لا? اللا كلا واحدة. كل واحدة يعيني بقدم أنا عايز أخلص الكارس ده الصيانة والتشغيل هي أساس منهجية السيك سيج ما زي ما هناخد في المجروب النهار أنت عندك في عندك في الصيانة عندك الفيمية وعندك الأكشر بلان وعندك الشيك لست حرام يا سيس برايب ده مجال الصيانة والتشغيل تعتبر أساس منهجية السيك سيج الصيانة والتشغيل والصناعة والجودة تعتبر يعني كل ده بيتطبق في المجال المنهجي طب هنتكلم بس على المجال معجين ونخش التاني المرجوعنا على لأن كل واحد كده شغل شغلة هيولي مهدس أسامة فهنبص على كل واحد ما راح تشغله إيه؟ هيكتب من أول بغاية الريليز زي ما شعرحت لكم إزاي بنعمل البروزس بلوشارت دا جرام خلصنا الانتروضاكشن بتاعتي بتاعتي والسيجما ليفل والبروزس بلوشارت دا جرام نخش بأول حاجة في إيه؟ الدماغ اللي هي الدفايل الدفايل هعمل السايبوك وعرفنا إزاي نعمل السايبوك بعد السايبوك بخش على الوزس أوف كاستومر الوزس أوف كاستومر قلت لكم هتجبوها من قسم السيلز لإما هيديكم اللوري سبيس فيكيشن لامت أو اللي هي بتاعت المواصفة بتاعت العميل أو هيديكم بعد ما عملنا الدفايل الدفايل السايبو والوزس أوف كاستومر خلصنا مرحلة الدفايل هنخش على مرحلة جديدة اللي هي القطوة التانية في الدماغ اللي هي المجر أول حاجة ما عملها في المجر بقيس البيانات البيانات اللي عندي بتاعت البروزس أي أن كانت ايه؟ أي أن كانت مقاسة أو كسيستم بيانات أو بيانات مجمعة بجيبها من خلال التي مورك اللي أنا أكريدته أو الموظفين من خلال المكان أو من خلالي أو من خلال أي شخص ممكن يقدر يساعدني في المنظومة بجيب لقياس البيانات المجمعة وبابتدي أحلل البيانات وأعملها في جدوى دي الخطوة الأولى في المجر الخطوة التانية بجيب برس مخطط بريتو وحلل وأشوف العيوب عندي إيه؟ وزي ما أنتم حضرتكم عملتوا أبن كده وبعدتوا ألي عبروك وكل واحد غسم خريطة طريقته بطريقته سواء كانت على المينيتاب أنا شرحتها بالطريقتين شرحتها على برنامج المينيتاب وشرحتها على برنامج اللي نخش في مرحلة الاناليز اللي الناس كلها سألتني عنين بارح وأول بالنسبة للبروسيس كيبابيلتي البروسيس كيبابيلتي باختصار شديد عندي ثلاث علاقات اللي الناس بتتلخفل فيهم المرحلة العلاقة الأولى اللي هي الكيبابيل لما تكون العملية قادرة أو عملية شغالة أو صحيحة بتبقى واحد العملية دي بتتم من خلال العلاقة واحد أقل من البي بي كي أو بي بي كي أكبر من واحد ماشي يا أستاذة شايماء قدرتك معايا أهي أنا هقولها تاني الكيبابيل لما بتكون الواحد أقل من البي بي كي أو البي بي كي أكبر من واحد كيبابيل أنا ساعات بقول إن واحد أقل من البي بي كي تمشي كيبابل او بعكس ما بقولش الواحد الاول بقول البي بي كي اكبر من واحد تمام يمتي قصدي كده يا سيد شايمة تمام لما تكون الواحد اقل من البي بي كي كيبابل ولما تكون البي بي كي اكبر من واحد كيبابل بس انا قلت دي الاول في المحاضرة انا معاك وبعد كده في المحاضرة التالية قلت دي اكبر بس انا عصدي على البي بي كي اكبر من واحد او الواحد اقل من البي بي كي في كلتا العلاقتين هي كيبابل تمام كده فضلتك فيهمتي الموضوع ممكن تتعنى معاكي من خلال الشارع صباح يبقى لو واحد اقل من البي بي كي او كيبابل او البي بي كي ادبر من الواحد الي ان اقل من البي بي كيoo بابل انا بعدت لكم الاسبوع اللي فات انا بعدت لكم لا عايسك في يوم التلات نص الاسبوع كده بعدت لكم تمرين باين وقلت لكم ما دم هو يا استاذ شريف انا بقوله طب لو بتساوي واحد هتبقى ليه الامبرو ان شاء الله بقول من زيرو الواحد يا استاذ شريف انت حضرتك لو ايه استنتني دقيقة كنت اقولي انا كنت يعني هي من زيرو الواحد ليه الامبرو في الفترة يعني هي في الرنج ده من صفر لغاية واحد دي محتاجة تطوير وتحسين طيب الواحد اقلم من البي بي كي والبي بي كي اقبار من الواحد يبقى دي كاميرو طب لو بالمينوس كل حضراتكم حلدوها بتبقى يعني عالي التعليل عملية طبعا انا مش هقدر اقولي تاني با كده خلاص انا مدي حوالي غاية دلوقتي على البروزيس كيبابي بس ايه مهمة بصرع انا مدي على البروزيس كيبابي حوالي اربع عام سينة صح? ولا لا متهاء بي? اه من المسال الرابع اللي ديتهم التلاتة تمام? تمام نخش بقى على مرجوعنا بعد كده بقى بعد ما بقى عمل في الاناليز البروزيس كيبابي بقى ما امرسم الفيش بول وكل ما حضراتكم دلوقتي بايتو اسابزة في موضوع الفيش بول او طيب بالوقتي البتدي انا كده اللي فاتله وطبعا اه انا نديكم كده الحاجات اللي مهمة اللي هي انتو ممكن تحطوها في الايه بالـ بالفايد البوروزيج بس في الامبروف هطلب منكم برضه حاجة هتحطوها في الفايدل بروشيج يعني هو لازم في الدماغ المرحلة بتاعت البروجيكت بتاعتك بتكون شاملة الدماغ كلها فانا قلتلكم فكروا في الفاينال بروجيك لغاية الاناليز بس الامبروف والكنترول شارت هيبقى فيهم برضو حاكتين على قطوهم في الفاينال بروجيك وهم حاكتين ساينين جدا وهشرحهم ان شاء الله وهتفهموهم ان شاء الله معين كده اي حد عنده اي سؤال في القديم عندكده سريع من اول الانيشيال لغاية الاناليز يعني ممكن حضراتكو تكتبوني كده على الشيط اللي عنده اي سؤال قبل ما اخش الوضع في الامبروف اقوله يعني اي حد عنده حاجة بالنسبة للناس الجدد بالنسبة للناس اللي اماكنها في البلاد التانية النت عندها ضعيف والله بص حضرتك انا اعفوني من موضوع الماتيريال مش ها الماتيريال دي بتاعتنا بعفوني وبعدين الماتيريال دي دي 30% من المعلومات اللي انا بقولها انا بحط ساعات عناوين والعناوين دي انا بشرحها لان الحاجات بتبقى في دماغي فحتى الماتيريال مش هتفيدك وانا بعتلك الـ IQF المرجع بتاع الـ IQF اللي عايز يفكر اللي عايز يزود معلومات وانا بقول له حضرتك يعني انا انا واحد من الناس يعني بحب اكتب اكتب لان الكتابة بايدك لما بتجي تشوف الفيديو كتبت المعلومة بايدك بتشوف الفيديو بتسمع المحاضرة في ودنك يبقى انت كده استفرنت الخاص كلها بتكتب وبتشوف وبتسمع فانا بقول له حضرتك ارجوكوا ارجوكوا اكتبوا انا بقعد عيز يزيد ساعة اي اللي في نيش او اي اسلوب او اي حاجة انا بقولها اكتبوا ورايا القانون ده اكتبوا ورايا الـ steps بتاعة المراحل اكتبوا ورايا ليه عشان محدش يطلب مني اا موضوع material ده موضوع material ده اعفوني من موضوع الـ material هنخش ان شاء الله يعني كده ما حدش عندو ايا سئلة في الليفات محدش عندو ايا سئلة في الليفات طيب نخش بقى ان شاء الله النهاردة كحاجة جديدة مع اسي اللي هي تعتبر الخطوة ربعayı عندنا الدماج كل الناس بقى تركز معي النهاردة في المحاضرة دي بسم الله الرحمن الرحيم احنا كده شرحنا وشرحنا وشرحنا شرحنا ثلاث خطوات من الدماج والدماج زي ما اتفقنا هي منهجية السيكسي سيجما كل السيكسي سيجما المنهجية والمراجع الدولية سواء كان الاي السيكيو او الايكيو ايف هي بتلفة حوالين الدماج وكله بيشرح المنهجية من خلال الدماج النهاردة هناخد بقى الخطوة الرابعة بعد الاناليز اللي هي التحسين طيب نكتب مع بعض ايه مفهوم او التحسين المروف او ايه الهدف ايه نكتب الحتة دي اللي مش حضرتها في الباردبوين انا اقولها لكم يعني تهدف هذه المرحلة دي دي مش محضرتها في الباردبوين الهدف بتاع المرحلة كالتحسين انا في دماغي تمام هنكتب تهدف هذه المرحلة الى اعادة تصميم العمليات وتخططها وتتورها لتصبح اقصر توافقا مع متطلبات العميل اقول تاني عشان اللي عايز يكتب الكتابة مفيدة الكتابة مفيدة اهو استاذ محمد اهو يقول لي فعلا ان الكتابة بتقوض زكا تلمك صح التحسين او الامبرو تهدف هذه المرحلة او الخطوة الى اعادة تصميم العمليات اعادة تصميم العمليات وتخطيطها وتخطيطها يبقى انا بعيد التصميم بتاع العمليات والتخطيط بتاع وتطورها وتطورها لتصبح اقصر توافقا مع يعني بحاول ارضيه بأي طريقة توافقا مع متطلبات الزبوت اه اول عملي كتبته اول تاني اه اول تاني التحسين التحسين اول الامبرور بتهدف هذه العملية الى اعادة تصميم العمليات وتخطيطها وتطويرها لتصبح اقصر توافقا مع متطلبات العميد طيب طيب انا بوصل لسبب انا هتكلم كده معارضة انا كده همليكم الحاجات اللي هتكلم الاول بجمع البيانات الدافع اللي هتفرني بايه الوصول الى سبب المشكلة يبقى من خلال جمع البيانات من اجل ايه الوصول الى سبب المشكلة لايجاد طرق الاصلاح واختيار انسب الحلول يبقى النقطة الاولى في التحسين بعد جمع البيانات والوصول الى سبب المشكلة يتم من ايجاد من اصلاح واختيار مختار بقى الحلول المناسبة وعليه عرف ازاي احنا بنختار الحلول دلوقتي ايه يبقى دي اول نقطة بعد جمع البيانات والوصول لسبب المشكلة يتم ايجاد طرق الاصلاح واختيار انسب الحلول اول حاجة في التحسين طب اللقطة التانية في التحسين تحديد الوقت المناسب لتنفيذ التحسينات لازم احد فاكرين لما شرحت لكم البروجيكت البروجيكت شرحت العقد وانتركوا العقد بيتحط فيه الستارت والفينيش بتاع البروجيكت بتاعك والتحسين بتاعك ولازم تحديد اللي معاه بدأ بداية التنفيذ ونهاية التنفيذ لأي عقد في الدنيا كده بتحط البداية ونهاية للمشروف تمام فاكرين ولا لا النقطة التانية اللي أنا أحددها تحديد الوقت المناسب لتنفيذ التحسينات يبقى دي النقطة التانية يبقى بعد ما بجمع البيانات الوصول لسبب المشكلة يتم إيجاد طرق للإصلاح واختيار عن سبيل حلول بعد كده بحدد الوقت المناسب عشان أنفذ التحسينات لازم أختار الوقت المناسب طبعا هو أنا هاجي في وقت صعب وأقول اللي أنا عايز يعني عمز أعمل تطويره وتحسين والمكان أصلا ما ينفعش لأنا أطور في الوقت ده لازم أختار الوقت الصح الوقت اللي أنا عايز أشغل في دماغي وابتدأ نفذ اللي أنا عايز أترجته معايا أو اللي أنا عايز أخلي المكان يعود عليه بالخير يبقى لازم أختار الوقت المناسب لتنفيذ التحسينات دي النقطة التالية النقطة التالية مراعاة أن تكون الحلول عملية وسهلة التنفيذ يعني لازم أراعي أن الحلول بتاعتي يبقى حلول سهلة وغير مكلفة وعملية معايا مش أختار حل هيكلف الشركة بتاعتي أو المكان الخدمي اللي أنا شغل فيه أو المكان الصناعي بلوس كتير وأقول له مشانا أنا عايز بتطور معلش يعني هم هيكسبوا إيه من مراق يبقى لازم إيه أراعي النقطة دي لما أجا أعرض الموضوع على التوب مانيجمين وبقول لهم اللي أنا عايز أحسن في المشكلة الفنانية عشان كذا وهتتكلف كذا وهتاخد وقت كذا ما لازم تقولي التاكاف لازم لما بتيجي تعرض المنهجية أو الخطوة اللي أنت عايز بتعرضها على التوب مانيجمين تبتوعك أو رؤسائك في العمل بتبقى بحدد الحاجات دي بتجمع بياناتك وعارف أنت هتعمل إيه وبعد ما بتجمع بياناتك عارف طرق الإصلاح إيه وعارف أنسب الحلول إيه من خلال التوب مركب بتاعك اللي أنت مكريته وهتتفقه على حل مناسب دي النقطة الأولى النقطة التانية بتحدد الوقت المناسب اللي أنت تتكلم فيه مع التوب مانيجمين لازم تحدد الوقت المناسب لإيه اللي أنت تعرض فيه الشغل بتاع ما ينفعش تجي في وقت أزمة ما ينفعش تجي في وقت ما حدش هيسمعك ما حدش هيسمعك طيب النقطة التالتة مراعاة أن تكون الحلول عملية حل عملي بتعمل في المكان مش حل خرافي وهمي أنت هتقول حاجة لا أنا هجيب الناس بتغير الشغل لا مش هينفع أنت لازم تقول حل عملي وسهل التنفيذ وغير مكالف تمام دي النقطة التالتة في طرق التحسين آخر نقطة التنفيذ لو وصلت للتلات حاجات الأولانيين أجمع بياناتي وأوصل لسبب المشكلة والطرق بتاعت الإصلاع واختار الحل الأنسب وبعد كده هشوف الوقت المناسب اللي أنا هعرض عليه الطريقة أو الحل بعد كده براعي أن تكون الحل اللي أنا اختارته عملي يتعمل يتنفذ وسهل التنفيذ وغير مكلم بعد كده يتكلم بقى مع الناس وتنفذ اللي انت اتفقت عليه مع التيمور بتاعي أي سؤال في الحتة دي ممكن اللي عايز يتسأل يتسأل تمام ما فيش أي سؤال يبقى نعيد تاني كده ايه فعجالة الامبروف الامبروف مهم قوي الامبروف هو يعني يعتبر يعني بقى بقى وبقى وبيشمل وبيشمل وبقى الامبروف انت بقى بتطور من خلال الثلاث مرحل اللي فاته دول اللي فاته دول كل مرحلة بتيدي مرحلة بعرف المشكلة وبعد كده بقسها وبعد كده بحللها وبعد كده بحسن بقى يعنيнуться ماشي المنهجية خطوات بعرف المشكلة بعرف انا عايز اعرى ايه وبعمل التقييم ابدأ المكان. وبأعمل وبأيس. وبأعمل وبأعمل عقد. يعني حاجات كلها ايه? بتسلم بعضية. طب بعد كده بخش في المجر بأيس البيانات اللي جاتلي من طريق التاعي. وبعد ما بأيسي البيانات دي. بحللها. وبشوف هي اشتغل فيها زي? وايه? زي ما قلنا. بعد كده بحلم بقى. الانالايز. بأعمل الانالايز. بأخد البيانات دي. واحطها في ال ايه? في البروزس كبابانتي. وبشوف العملية دي. اذا كانت شغالة ولا مشغالة ولا محتاجة تطوير. وارسم الفيشبورن. واجه عند التحسين بقى. طلب انا عدت المراحل اللي فاتت كلها اوكيه? التلاتة اللي فاته. اخش بقى انا مرحلة التحسين. وابتدي بقى ان شاء الله بقى هندغس بقى ادوات والاساليب بتاعتها من يعني ادوات والاساليب. ونشوف هنعمل ايه? بس قبل ما اخش بعضه في التحسين لازم اعمل المنظومة اللي انا غسامها اقدام حضراتكو على المرة بوينة. بعدين ما اجاب جمع المايلات والوصول لسماء المشكلة هتم يجيب طوق الاصلاح. لازم يشوف طريق الاصلاح. بعدين لازم اكتب كل له معي. واعمل واعمل مع التين مورك بتاعي. من خلال المكان. ونقش الكلام ده. الكلام دوت مش هنفزه لوحدة. انت بالصبر بان. هتعمل الحاجات دي كلها لوحدة. انت لازم يكون معاك. ناس بتساعدك. ناس بتساعدك. من خلال المكان. تمام? براعة ما بتجمع المايلات والوصول لسماء بالمشكلة. يتم يجيب طرق للاصلاح واختيار انسب الحلول. بعد كده بنفس. بعد ما بهايه. وازبط واعمل بلان صغير كده. للخطوات اللي اربعة دول. اكيد في معايير عندي لازم امشي حاليها. ما هو حضرتك بقى لو العملية استاذ ياسر منتصر. لو حضرتك ان العملية اللي هي بتاعك الريهابيتيشن. فيها. البروسيس فيها ريهابيتيشن. يعني عايز تعيد. هتضطر اللي انت تعيد العملية تاين ما تخشش عالتحسين طبعا. انت لازم تعيد العملية من تاني. طالما العملية. عايز اعادي التأهيل. وعايز تصديد. فبتزبط العملية. وبعد ما بتزبط العملية وتتأكل اللي هي. كيبابل او نيدي امبروف. تخش على مرحلة التحسين. انه ما ما ينفعش العملية تكون بالمينس. وريهابيتيشن. وتقوله لا انا اخش عالتحسين. هتخش تحس ان يقول العملية بايزة اصلا. انت لازم تزبط. تمام يا استاذ ياسر. استوال اللي حضرتك سألته. تمام? فانت ما ينفعش تخش عالتحسين والعملية عندك. تمام. العملية. البروسيس. لازم تبقى لامة. كيبابل او ميني امبروف. ده لازم. ما ينفعش عملية بالبايدوس. ويسابها بالارقام بتاعتها المعكوكة. الحاجات اللي ده دي. وخش عالتحسين. انت هتحصل في ايه? في عملية عايزة تتقاهل. فلازم تعيد براسات. تعيد تعريف. تعيد العضلات بتاعك. عشان توصل لمرحلة الكيبابل او اليد امبروف. وبعد كده لما توصل وتتأكد للمرحلة دي. كيبابل او اليد امبروف. تبتدخش على البروف. تمام? فهمت حصدي? لنصنع حغيرك التكامل. بقى. برجع لمرجوعنا تاني. باختار التحسين. بعد ببجمع الاربع نقط اللي حضراتكو شايفينهم دول. وبعمل اكشن بلان في دماغي. الاكشن بلان من خلال الاربع نقط دول. وبدأ بزبط الاكشن بلان من خلال النوتس بتكتب برضو. عن طريق وورد. عن طريق اكسل. عن طريق باوربوينت. انت ما بتخشش تعرض بطول كلامه بس. لا. انت بتكتب البيانات اللي انت جمعتها. بتكتب طرق الاصلاح. وبتشوف الحلول. وبتكتب الحاجات دي. بسبب. من خلال ملف دي دي اف. من خلال ورق. بشوف انت هتقدمه ازاي. من خلال باوربوينت. ايا كان. العرض اللي انت هتعرضه على top management. ما بتخشش تتكلم مع top management من تبقك. لا. ده فيه ورق. فيه ورق. فيه ملف. فيه ايميلز بتبعت عليه. فيه بريزنتيشن بتعمله على الباوربوينت. لازم يكون العمل مهدف. عشان تقدر تشرح وجهة نظرك ايه? او تقدر تطلع اللي قدامك بالتنفيذ. تمام? تمام. بعد ما باعرن الاربع نقط دول وبعمل ال action plan. ما بتني ما اخش على المعايير. ايه هي المعايير اللي انا. هحسن بيه. طبعا لازم اعمل جدول. عشان اخط المعايير دي. زي ده. جدول ساحل ونبصة. لأ ما هو ال improve ده استاذ علي هي تعتبر اخر مرحلة عندك. خلي بالك control chart في الدماج. انت بترائب التحسين. يا استاذ علي. لما بتوصل ال improve ماليوش improve. لما بتوصل لمرحلة ال improve مالهاش improve. ليه? لان المرحلة اللي بعد ال improve control chart التحكم. انت بترائب ال improve. انت بترائب ايه? ما بترائبش divide. ما بترائبش ال major. ما بترائبش ال analyze. انت بترائب ال improve. بس. بترائبه من خلال خرايط. هشرح حالك. خمس انواع خلاص يا استاذ علي. السؤال اللي حضرتك كذبه. السؤال اللي حضرتك كذبه. ان rehabilitation. مش هتحتاج? اوكي. طبع تمام. يبقى انت يا استاذ علي. لما هتوصل لمرحلة ال improve. مالهاش تطوير. خلاص انت كده بتحسن. خلاص. مش هتحسن ال improve. لا ده انا بتنقل بقى على مرحلة المرقبة بتاعت ال improve. من خلال شرط. خمس انواع شرط. طبعا مش هقدر اقولها دلوقتي. كل الناس سألتني عليها الاسبوع ده. يا عندسة. القبر control limit وال lower control limit. والله انا هشرح عليكم control. الناس مش مقتنع مش هينفع اشرح عليكم مش هينفع اشرح عليكم مش هينفع اشرحها دلوقتي اللي هازي بتتشرح في ال control. القبر control limit. واللوغة control limit. دول خمس انواع شرايب بيبقى فيهم القبر control واللوغة control. الخمس انواع دول بتبقى فيهم حاجات خاصة بالاعداد وحاجات خاصة بالخواص. فما جاء يعني حاجة كبير يعني شطر كبير. مش هينفع اللي انا اقول معلومة وخلاص. مش هينفع انا اقول معلومة وخلاص مش هتفهموها. فاني لما بوصل للامبروف. تأكد خلاص هي دي تعتبر اخر تحسين. انت بتحسن بقى دلوقتي هون. المرحلة اللي بعد الامبروف مراقبة الامبروف. من خلال شارتس. والشارتس ديت نوعين. هتبقى للاعداد. والنوع التاني للخواص. انا فاهمالكم ان شاء الله لما نوصل لكم. خلاص السؤال بتحضر تحكينا السازة علي. هنعمل الجدول ده. بعد ما بحدد الاربع نقطة الاولانيين بتوع الامبروف اللي هو الاكشن بلان اللي انا حطيته في دماغي. وكتبته. بعد كده بفكر الاول. بعد كده التفكير بتاع ده بعمل زي باديكة. بكرين بديكة. بفكر. بعد كده. اااااا بنفذ. بعد كده باخد الاكشن. بعد كده بقى ايه? خلاص ده. بكتب بقى كل حاجة بقى انا فكرت فيها من خلال التيمورك بتاعي اللي انا اجتمعت معاه. واتكلمنا بقى في كل حاجة وخلاص بقى حطنا النتائج وكتبنا كل حاجة بخش بقى على المرحلة والحاجة بقى تانية بقى ببص على الأكشن بيلان الأكشن بيلان اللي هو اللي أنا بقى بقى جمع البيانات ووصل لسبب المشكلة ثم إيجاب تروق الإصلاح واختيار أنسب الحلول اتنين تحديد الوقت المناسب بتنفيذ التحسينات ثلاثة مراعاة أن تكون الحلول عملية وسهلة التنفيذ وغير مكلفة وانفذ وأنا بنفذ هعمل الجدول ده وأنا بنفذ هعمل الجدول ده معايير همشي عليها طب إيه المعايير اللي أنا همشي عليها أحط هنا التكلفة الإجمالية للتطوير أول بدا وطريقة حل واحد طبعا الدين مورك اللي معايا متوى من عدد من الأعضاء من برتكتير من كل قسم كل واحد على الأقل اللي هيقول لي الحل وأنا هقول حل وده هيقول حل وده هيقول حل أنا حط حل كل واحد طريقة حل واحد طريقة حل اتنين طريقة حل تلاتة مجيء قدام التكلفة الإجمالية طريقة الحل بتاعتها هتتكلف كذا وطريقة الحل التانية هتتكلف كذا وطريقة الحل التالتة هتتكلف كذا وطريقة الحل الرابعة هتتكلف كذا إيه لا كل الحلول كل الحلول اللي هيقولها التين وحطه قدام كل حل بادشت معين هنحسبه برضو إحنا أنا هعمل الحل ده هندسة طب الحل ده هنحسب كده بيتكلف كام فلوس هيتكلف مثلا مليون جنيه. اكتب هنا مليون جنيه. طب الحل ده هيتكلف كام نص مليون جنيه. الحل ده هيتكلف كام متى الفيديو. اقعد اجمع التكلفة الاجمالية بتاع كل حل. كده الناس فاهمة معي اول نقطة. كده الناس فاهمة معي عشياء. تاهمين الجدول بتاع المعايير? الكلام ده مهم جدا نخلي بالك. الكلام ده مش نظري. الكلام اللي انا بقوله ده مش نظري. الكلام ده مهم جدا. ده بيباعك شامبلان بيتاخد. طيب. بعد ما بجوب التكلفة الاجمالية اخمص من البن ده هخش على التأثير على المشكلة. طب الحل الاولان بيأثر على المشكلة بكم في المية? هيحل المشكلة كم في المية? تمانين? تسعين? وقت بكل التأثير. كل نسبة مني. طيب. المعايير التاني. خلي بالاكم المعايير دي من وجهة نظر انا. انت ممكن تضيف معايير تانية. لو انت عندك معايير تانية تقدر تضيفها. مفيش مشكلة. كل واحد بيحط المعايير من وجهة نظر. ومن وجهة نظر التيم اللي معاه. ووجهة نظر شغله كمان. هو شايف ايه في شغله? كل واحد اضرب شغله. كل واحد يبقى اضرب شغله. كل واحد اخليه طريقه. هو كل واحد فعلا اضرب شغله. انا شغلي في المكان ده. المكان ده عارف ايه اللي هيمشي فيه. صح? واه اعرف دماغ رؤوسائي بفكر ازاي? وعارف ده بيفكر ازاي? وعارف التيم مركل شغال معاه نظامهم ايه? فانت ممكن تحط معايير مناسبة لشغلك عادي. لمكانك. لمكان شغلك. المعايير دي بالنسبة المعايير دي بالنسبة. المعايير اللي انا حدتها دي بالنسبة. وتحطها وعايز تضيف عليها. ماشي. بس انا خدم لك شغله يعني ايه المعايير دي هي المعايير اللي تعتبر تماما سعيف المعايير اللي تتقات. اللي انا حطه ده. كم معايير دول? تمانية وتسعين في المية من المعايير اللي في الاماكن الصناعية والخدمية والتجارية وكل الخدمات. هو كله بيقيس على اللي انا حطه ده. انت عايز تضيف من وجهة نظرك معايير تاني. مش تلاقيه. انا حطه هنا. ضيفه. عشان ما يجيش حد يكتبني في الشايف الجروبي عندسة. لا والله دي تكتبت لنا. حاجات معينة احنا هنمشي عليها. لا الحاجات المعينة اللي يكتبها. ولو عايز تضيف عليها كل واحد شايف من وجهة نظر شغله في مكانه. طيب. التأثير على المشكلة. الحل الاولان بيؤثر كم في المية على المشكلة. الحل التاني كسب. الحل التاني كسب. وقت التنفيذ. طريقة الحل الاولى هتاخد وقتها ديه. في التنفيذ. هتاخد وقتها ديه في الحل التاني ولا. ماشي. الفعلية. الفعلية بتاعك الحل الاول. فعليتها ديه. هتفعل. هتفعل معي بعد ديه. والحل التاني والحل التاني وهكذا. الصحة والامان والبيئة. طب المنافع بير التكلفة. يعني المنافعة. هستنفع بكام. وتكلفة المنافع دي كام. يعني اشوف المنافع بير التكلفة. واشوف المنافع بير الوقت. المنافع دي اللي هتعود علي. من الحل الاولاني هاخد سنة. طب الحل التاني لا هاخد ثمان شهور. بس في منافع هتاخد وقت كزا. والمنافع دي هتاخد وقت كزا. تحط كل المعايير اللي هندا شايفة مناسبة. في شغلك. ما جالك? اه. اه. اه استاذ عشرة فاتلي. كان بسهال حلو قوي. بيقول لي يا انتسة يعني الحلول. ممكن تبقى تلاتة والله يموت بنت بقى عشرة. بنت بقى عشرين. ما هو انت اتهي مورك. انا فيه تيمورك معاك. مش هيقل عن عشرة امبور سبعة امبور. شوف انت كم قسمة عندك في الشركة لما هتاخد من كل قسم. وا ممبر هيخش معاك في تنفيذ المنهجية بتاعت السيكسي سيجما يعني على اقل يعني مفيش حد عنده بشركته قال لحاجة ست اقسام مثلا سبع اقسام هيبقى معاك على اقل ست اقسام سبع افراد طبعا ايا كان التيم اللي معاك كل واحدة يقول له حال فممكن تزيد عن ثلاثة طبعا يا صد اشرف كل شخص انت نفسك كليدر تيم هتقول حال هتحط تمام وصد اشرف طيب يبقى بعد ما بحط المعايير اللي انا هيس عليها من خلال طريق الحال بداعتي ابتدي بقى في الاخر اخطار اخطار بقى اقل تكلفة وهقال له وقت والفعالية كبيرة واللي هتتقصر على المشكلة التأسير بتاعه كبير واللي الصحة والامان عنده هتبقى نسبته تمام كبيرة في الصحة وامان واللي بقى تقويق من خلال واخطار ايه انسب الحلول عشان كده لما جيت في الاكشن بلان اللي احنا الاربع موقت الاولين قمنا الخطوة الاولى الخطوة الاولى بعد جمع البيانات ونوصول لسبب المشكلة يتم ايجاد ايه الطرق للاصلاح واختيار اختيار انسب الحلول انا من خلال الجدول ده ما اختار انسب الحلول بالاخر بعد ما بكتب كل الجدول ده ولا هيكم بقى ايه المعايير اكتر من انا كاتبها وطريقة الحل كل عدد الافراد الكتير اللي معاى بنيجي برضو بنعرف بقى الجدول نهائي بقى من خلال التوب اللي معاى من خلال التوب ولكن كل واحد قال طريقة حله وكل واحد ايه ايه عبر بالخيار اا عبر طريقة الحل ايه من خلال المعايير واحنا قلنا كل هيفي معايير هنقيس عليها استثمر هنمشي عليه. طيب ايه الكلام? هنختار ايه? الحل هيبقى ايه? طريقة الحل اللي احنا اخترناها الاولانية? هتبقى ايه? طب التالية? ونختار ايه? طريقة الحل المناسبة لحل المشكلة. تمام? يبقى عرفنا المعايير وطرور الحل? تمام. هتعلم سؤال جدول المعايير وطرور الحل? كله تمام? طيب. بعد ما هنحط المعايير وطرور الحل. كل ده اكشن بلان قبل ما اعطي ارد الكلام على الجبل الشميل. طيب. اكيد? لسه اقصد شريف اسر دايما بيستحكمني. لسه اقول اكيد في اساليب وادوات هستخدمها. فيه مثال. لو فيه مش مثال. احنا هداخد خمس ادوات. اهو متهالي اربع ادوات. اربع امسلة يا استاذ شريف. بس طبعا مش هنقدر نشرح الاربع ادوات النهاردة. هنشرح النهاردة مثلا بتقول اداء او حاجة جدا. اصل الوقت. يعني الوقت. تمام وصد شريف? تقلقش. هنخش بقى على الاداة الاولى عندنا. اللي هي البروسيس ماتريكس. مصفوفة العملية. ايه هي مصفوفة العملية او ايه اللي انا بعمله او هو هدفها او هنقول شوية حاجات وانتم مش هتفهموها دلوقتي ايه انا لما حط رسمة كده وهشرح الخمس نقط اللي انا هقول لكم على ايه? الرسم. وبعد كده هدي كيس سطادي عليه. زي ما عايزو ستشريف. وبعد ما هدي كيس سطادي. هنشوف الدنيا فيها. كل الناس بقى تركز معايا. عشان البروسيس ماتريكس هي طبق اول اداء عندنا في الامبرو. ناخد البروسيس ماتريكس. الثري؟ جروم او انا اخد الفاميية كمان. يعني هناخد اربع اسالين معا في الامبوقلة. مروف شبطة الكبير. اول حاجة في البروسيس ماتريكس هنعمل مصفوفة يعني ايه مصفوفة يا باش مهندس اسابة يعني رسمة بيانية عارفين الرسمة البيانية اللي هي محور اكس ومحور وي اللي هي اكس هو بتعمل اكسس رسمة يبقى تمثل المصفوفة بتاعت البروزيز ماتريكس بيانيا بنمثلها بيانيا بيتمثل فيها ايه بيانيا التأثير اللي عايز يكتب اللي عايز يكتب الكلام ده بقى مهم جدا جدا لازم يكتب تمثل مصفوفة البروزيز ماتريكس بيانيا بيتمثل ايه التأثير المحتمل لكل اجراء في حال المشكلة تاني هقولها تاني للناس اللي بتحب تكتب الفاعلية اللي يعني بص يعني هما ممكن او استاذ احمد ان الفاعلية زي نفس حاجة التأثير على المشكلة يعني انت كلامك صح ايه الفارق ما بين الفاعلية والتأثير على المشكلة التأثير على المشكلة انت ممكن الحل دو تيب 10% الحل 10% أو 20% أو 50% الفاعلية بقى يعني الفاعلية بتاعة الحل ده يعني هو ممكن يهد 3 اين طيبا يعني انت لو من وجهة نظرك عايز تشيل كلمة الفاعلية ده بقى حادثها دي وتحط التأثير على المشكلة صح مفيش مشكلة عادي يا استاذ احمد انا بقول لك كل واحد لي وجهة نظر من خلال المعايير كل واحد لي وجهة نظر انت حط المعايير من وجهة نظر طيب نرجع تمام تمام نرجع بقى لمرجوعنا تمام يا استاذ احمد قبل ما اخبر اشانا اكمل البروسيس ماتريكس تمام انت عايز تشيل الفاعلية وتخمي التأثير على المشكلة ماشي انا قلت المعايير دي بالسابتة المعايير بالسابتة يا استاذ احمد ماشي ممكن الفاعلية اجمالي في العملية اللي انت عايز ممكن الفاعلية فعلا اجمالي في العملية صح هي وجهة نظر هي بتبقى المعايير دي وجهة نظر يعني فنرجع تمام المرجوعنا عشان الكلام اللي انا هقوله مهم جدا جدا يعني يبقى اول حاجة في اول اداة او اسلوب عندنا في الامبروف اول اداة او اسلوب عندنا في الامبروف البروسس ماتريكس طب ايه هي البروسس ماتريكس اول اهل نقطة في البروسس MC هي تمثل مصفوفا بيانيا البروسس متريكس تمثل المصفوف بيانيا التأثير المحتمل لكل اجراء نحن المشكلة اي ما دي النقطة الاولى اللي انا هشرحها بالرسم البياني في البروسيس ماتريكس الناس اللي عايزة تكتبوا قرية المقطة الاولى في البروسيس ماتريكس تمثل او مصفوفة بيانيا التأثير المحتمل لكل اجراء في حل المشكلة النقطة الاولى تمثل المصفوفة بيانيا التأثير المحتمل لكل اجراء في حل المشكلة النقطة اللي بعدها يشير التأثير الى مدى فعالية الاجراء اللي انت كنت بتقوله يا استاذ احمد من شوية مدى فعالية العملية اهي النقطة دي كنت حضرتك بتسألني على الفعالية صح؟ النقطة دي بقى شرحت الفرق ما بين الفعالية والتأثير على المشكلة من خلال القصد المعايير اللي احنا حطينها في البروسيس التأثير هو اهم حاجة عندي التأثير على مدى فعالية الاجراء في حل المشكلة اللي هو دايما بيبقى في المحور الواي مشان عندي اي رسم بياني او اي اكسس بقى من اكس واي طيب الاكس ده هتبقى الجهد او الوقت والواي اللي هو التأثير الواي اللي هو التأثير بيأثر في اي ما بيأثر في الكست بيأثر في البراء الناس اللي عايزة تكتب سيد عشر الحتة بتاعت التأثير والفعالية انا بقولها دلوقت اي ماشي؟ انا بقولها دلوقت اي يشير التأثير الى مدى فعالية الاجراء تحل المشكلة وهشرح حالة تكرس لبياني هتعمل ازاي؟ خلاص؟ الناس كتبت؟ الناس كتبت لدفع المياه عشان الناس كتبت؟ طيب تماما المقطة الثالثة يبقى احنا خدنا المصفوبة بتتمثل بيانية عن طريق X و Y النقطة اللي بعديها احنا قلنا ان ال X ده هيبقى ايه؟ الجهد او الوقت المسترق في التنفيذ وال Y اللي هي التأثير طب ايه هو التأثير؟ اللي هو الكست اللي هو الفعاية اللي هو الفلكسيبلايتي اللي هو اي حاجة بتأثر على العملية اي حاجة اي حاجة بتأثر على العملية التأثير اللي احنا بنحطه في المعايير ماشي؟ طيب نكمل النقطة الثالثة تحليل الجهود المبزولة لكل اجراء محدد في خطة العرب في الأكشر بلاد اللي انا كنت لسه شرحها من شوية تحليل الجهود المبزولة لكل اجراء محدد طب الجهود المبزولة دي اللي انا بكتبها فين؟ في ال X في ال X احنا اتفقده في جهود مبزولة في ال X وال Y التأثير اللي هو الفوليوم بتاعي طيب هنجي بقى في الجهود المبزولة دي هنحللها وهنعرف هنحللها ازاي في المصفولة هنعرف هنحللها ازاي في المصفولة نكتب بقى تحليل الجهود المبزولة لكل جهود محدد في خطة العرب تمام؟ تمام؟ ايه واحدة بس هتفهم كل حاجة وستاذ ياسر بعد ما هكمل الخمس نقط ونخش في الرسم البياني والكيس استوديو هتعرف كل اللي مكتوب ده زي انا هنحللها النقطة التالتة تحليل الجهود المبزولة لكل اجراء محدد في خطة العمل تمام؟ النقطة اللي بعدها الرابعة يشير الجهود الجهود المبزولة ده بعد ايه؟ بتمثل ايه؟ يشير الجهود الى الوقت المستغرق والاستثمار المطلوب والموعد النهائي لتنفيذ الإجراء يبقى كل الجهود ده بيشير ايه؟ الوقت الجهود بعمل جهود ده كبير يبقى بوقت البيض جهود يشير الى ايه؟ الوقت المستغرق والاستثمار المطلوب والموعد النهائي لتنفيذ العمليات الإجراء والموعد النهائي لتنفيذ الإجراء المصفوفة 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 دي بنسميها ساعات مصفوفة التأثير في المجهود يبقى تعطي مصفوفة التأثير في المجهود الأولوية للحلول التي لها تأثير كبير على المشكلة وجهود والخفضة بتحطط وكل ده مردو هتشرحي بتعطي مصفوفة التأثير في المجهود الأولوية تدي أولويات في المصفوفة الأولوية أولى نعملها بعد كده أولوية تانية كل ده هيبقى في المصفوفة دلوقتي ده هاشرحها بعد صفحة دي على طريق الحيون التي لها تأثير كبير على المشكلة وجهود منخفضة التعادة الجهود المنخفض ده يعتبر ممتاز أنا ما أعمل تأثير عالي بالإجراء بجهود وليل فده اللي اللي باختعه بريورتي أول وده هيبقى في الرسم وده هيبقى في الرسمة المالية اللي أنا أعونها للوقت طيب لما بيكون الجهد عالي ويه التأثير منخفض لما دي أولوية أخيرة مبصلهاش ودور ما هيبقى في الرسمة إن أنا أقول هادي الوقت طيب نص التأثير والجهد على أنه إما مرتفع أو منخفض برضو ده هتقوله في الرسمة البالية اللي إحنا هنشرفها لوقت يبقى التأثير نصنف منصنف التأثير والجهد مرتفع ومنخفض منخلال المرتفع لأولوية أولى والمخفض لأولويته أخيرة النفس اللي عايزة تصلي بالنسبة للبلاد الثانية تنتهي تسجل الحضور الحضور تتفضلوا الناس اللي عايزة تصلي في البلاد الثانية بحسب التوقيت بتاع كل بلد تتفضلوا كبيرة هتلاقوا إن شاء الله بعد المحاضرة هتلاقوا بتجيوا مابولة على صفحة على الصفحة بتاعتنا في البلاد خلاص؟ طيب نصنف التأثير والجهد على إنه إما مرتفع وإما ملخفض هادي الرسمة اللي أنا بقولونك عليها كل اللي استركز معايا في الرسمة دي هي رسمة شكل لسه الكيس اصطاد أنا عندي هنا إيه؟ المحور إكس الجهد محور إكس الجهد لو الناس عايزة تصورها كده من خلال الموبايل من الكمبيوتر أصورها وهنا التأثير بتاعي يبقى أنا عندي إكس جهد والواي تأثير أنا الرفرنس بتاعي التأثير اللي بيأثر بمدى فعالية الإجراء السؤال بتاع أستاذ أشرة السؤال بتاع أستاذ أحمد أهو بدأ بقى مدى الفعالية هنا بقى مدى الفعالية بدهAT أنا عندي بروسيس عايز أعمل البروسيس ومشروع مشكلة حل أسباب أياً كان بحطها هنا إيه في البروسيس ماتريكس وبحط السبشيكت هنا عالشمال كده باجه أعمل الرسمة الميانية إكس وار إكس وار أعمل في الإكس الجهد وأعمل في الواي التأثير أصنف الجهد على أنه منخفض وعالي وأصنف التأثير على أنه منخفض وعالي هو ده النقطة الأخيرة اللي إحنا كنا بنقول فيها إيه منصنف التأثير والجهد على أنه إما مرتفع أو منخفض منصنف التأثير والجهد ويبتدي من منخفض ويمشي للعالي ويبتدي من منخفض تحت ويطلع فوق في الواي بالعالي تمام؟ يبقى أنا كده صنفت الجهد والتأثير والخفض وعالي وصنفت التأثير والخفض وعالي أنا أختار إيه بقى؟ أنا عندي الرفرنس بتاعي المرجعية بتاعتي للتأثير العالي فكل البواسس والمراحل أو الأسباب اللي في فوق دي هي الأولوية الأولى أهي أولوية عالي يفعل كل الأولوية اللي يفعل لما يكون التأثير عالي والجهد والخفض أنا عندي جهد أولي وتأثير عالي أختار ده هو ده الأولوية الأولى بتاعتي هي دي الأولوية الأولى بتاعتي المصفوفة تأثير فعال تمام صنعات تمام خلاص يبقى الأولوية الأولى بتاعتي للمصفوفة بروسس 6 أو بروسس 3 أو بروسس 2 دول أولوياتي ليه أولوياتي تأثيرها على لي وجهتها إيه أولاية وخافة فأنا أعمل دي الأول بتحدد أولوياتك بتحدد البرورتي بتاعتك البرورتي بتاعك يبقى اللي على الشمال دي هي بروورتي واني في التنفيذ أفعلها الأولى أعملها الأولى طيب بعد كده البرورتي التانية عندك لما يكون التأثير عالي والجهد عالي هبسطها شوية هبسط موضوع الجهد شوية هبسط موضوع الجهد شوية واختارها إيه البرورتي التانية من هي دي ومصفر دي تأثير عالي بس جهد عالي أخذ جواز عالي فأخليها بروورتي اتنية يعني أنا أعمل أفعل اللي تأثيره عالي وجهده منخفض الأول بعد كده بص على التأثير العالي والجهد العالي أخليه مرحلة تانية يبقى بروورتي توه بعد كده أبتدى أخشي بقى على التأثير المنخفض هل هاخد سؤال بقى لكم كلكم عايشكم جوابوا على دي الوقت وأرجوكم كلكم تكتمولي عشات الإجابة في البرورتي السري هاخدها تأثير منخفض ولا جهد منخفض ولا تأثير منخفض وجهد عالي يعني إنه إذا وقت خدت الأولوياء الأولى تأثير العالي والجهد منخفض والأولوياء التالية تأثير العالي والجهد العالي هاخد الأولوية الثالثة أنهي التأثير المنخفض والجهد العالي ولا التأثير المنخفض والجهد المنخفض أستاذ محمد عبد السلام تأثير المنخفض والجهد المنخفض تمام الله ينقر عليك تمام أنت كده فهمت تمام تأثير المنخفض والجهد المنخفض قل له تمام حلو قوي ما أخدش التأثير المنخفض والجهد العالي ونسترق وقت طويل ليه جهد عالي يعني وقت طويل استثمر وقت على الفاضي فناخد التأثير اللال بزا كل الناس كده ايه الله ينعو عليكم برمي ملك يبقى أهم حاجة عندي يكون التأثير عالي الأولوية الأولى والبهد منخفض بعد كده هبص على التأثير العالي التاني مع الجهد العالي أولوية تانية وحاول أبصها تؤسم البهد بعد كده الأولوية التالتة التأثير المنخفض والبهد المنخفض بعد كده الأولوية الرابعة اللي هو التأثير المنخفض والبهد العالي اللي أنا بحاول أسقطه اسقط أو تجنب يعني برمي خالص من حساباتي وحط أولوية أخيرة في التنفيذ كل الناس فهمت المصفوفة كل الناس فهمت البروسيس ماتريكس يلا شنبدي كيس استادي عليها عشان هاختم النهاردة ان شاء الله خلاص بدي بقى كيس استادي كل الناس تركز معايا في الكيس استادي اللي مفهمش هنا هيفرم في الكيس استادي البروسيس ماتريكس مهمة جدا جدا وكل واحد ليه مطلق الحرية اللي هو الامبروف يختار الاداة المناسبة اللي هيحطها في الفاينال بروشيك ممكن تختار البروسيس ماتريكس ممكن تختار الطريق دياجرام ممكن تختار الأكشن بلاد 5Y عن 2هاو ممكن تختار يعني خمس أساليب هناخدهم دي اول اسلوب النهار البروسيس ماتريكس تمام؟ بوصوه في استادي اللي مفهمش اعيبها من الكيس استادي عندي كيس استادي للبروسيس ماتريكس طيبيني الشكل الجميل هذا الرسم الباني اللي أنا بقول عليه الـ X والـ W أنا واخد مثال هنا عن بروضر منتج بعمل له البروسيس ماتريكس بتاعه طيب المصفوه هتترسم إزاي رسم مهاني هنعمل هنا الجهد اللي هو الفوليوم ده هنسمي الفوليوم ده اللي هو اكله الجهد والتأثير اللي هو في الـ W زي البروسيس ماتريكس 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 والتأثير طبعا احنا التأثير بتاعنا من خلال الفرايتي الفرايتي اللي هو التنوع يعني والفلكسيباليتي المرونة والكوست التكلفة ما هو دول اللي أنا اللي بيقصروا على المنتج أهم حاجة في دول ده اللي اعتبر تأثير ده اللي هو أهم حاجة عندي ده اللي أنا الرفرنس بالنسبة لي عشان كده عامل البرورتي من فوق نتاح عامل الأولوية أولى هتا والتالية والتالت ما بينهي عند الأولوية الأخيرة تمام؟ طيب يبقى نرسم الـ X اللي هو الجود اللي هو الفوليوم الجود اللي بدء هو لو الأول زي البرورتي وبعد كده لـ Y وبعد كده بالنسبة للتأثير وهنا بيأثر من ناحية الـ والفلكسيباليتي والكوست من الـ بعد كده الـ دي أول حاجة اللي هو عايز يعمل منزل مخصص للمعيشة فده مشروع مهم واخدوا أولوية أولى واخدوا أولوية أولى بعد كده الأولوية الثانية محل تجميع محل تجميل طب أنا الأهم أعمل مسكن منزل أقعد فيه ولا أعمل محل تجميل فخل المحل التجميل أولوية إيه؟ ثاني بعد كده الأولوية الثالثة الماتش الموبايلات بعد كده أخر حاجة الـ الـ اللي هو مصفى البترول ده البنزينة يعني أو أي حاجة فيها مصفى بترول أو كده تمام؟ يبقى اللي هو ينقول أخينا من فوق لتحت اهو زي ما الساهم اللي أنا أعملوا حضراتكم هي دي الـ الـ اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم يكتب لي عشيات اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم واللي فاهم يقول لي فاهم قبل مختب النهاردة المحاضرة بتاعنا خلص تمام؟ الله يلقى عليك طب الحمد لله أوه يا هندسة أستاذ أشرف لازم تترسم رسمي بياني أنا قلت أهو الـ الـ أول نقطة قلتها في المصفوفة تمثل المصفوفة بيانيا هي تكتبوا معايا طب الحمد لله كل واضح هي هي هنرجع تاني هي لأول نقطة أول نقطة تمثل المصفوفة بيانيا التأثير المحتمل لكل جلح بتمثلها بياني لازم تعمل الـ و الـ بياني هنرجع تاني للكسس خاطر هي أنا أقول لكم اللي مش هيفهم من الكلام هيفهم من الرسمة واللي مش هيفهم من الرسمة من شرح الرسمة هيفهم من الكيس ستادي بتاعت الـ برودكت بروسيس ماتريكس امتوا؟ ماذا الحمد لله هنختم النهاردة ان شاء الله اي حد عنده سؤال معادنا بكرا ان شاء الله نفس المعاد بإذن الله بتواسعة 9 بتوقيت قاهرة مصر هنكمل الأدوات بتاعة الـ مما أدخدنا أداه الـ بروسيس ماتريكس بكرا ان شاء الله هناخد 3 دجرة مخطط الشجرة وهنفهم ازاي بنعمل مخطط الشجرة ايا كان جهد الـ حجم جهد ايا كان الوقت يعني بتجيب اي معنى أستاذ شريف المهم بالتأثير بيبقى في الـ والجادة بيبقى في الـ وانت نايمان الـ بتاعك الـ لان هو التأثير هو المرجعية بتاعك تمام؟ أستاذ شريف قاسر تمام؟ عشان كده هو عمل لك استهم من تحت الفوق وفي الرسمة اللي احنا شرحناها من شوية اهيه قال لك اهو الاولوية العالية فين؟ اللي انا واقف عليها هو اللي انا واقف عليها بالـ الـ الاولوية العالية فين؟ اللي الفوق اللي هو التاجسين عليه وكل العاية زي الرسمة البيانية واخدها بالفوق لإيه؟ اللي بتاعك تمام؟ يا صاح الشريف؟ تمام؟ النهاردة اه يعني ان شاء الله تكون فيهمتوا الـ و الـ 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 المعايير بتاعته و الحمد لله انتم كده كلهم هنفهمتوها هنشأسين الموضة كتير من بكرة بقى هنبتدي في مخطط الشغرة 3DG و3DG هي شغل كتير 3DG هي شغل كتير اه انا بعته PDF لأستاذ احمد انا بعت الـ IQF PDF اه لو دخلت على الجروبات G1 أو G2 هتلاقي ان شاء الله واي حد معايا يشير على الجروب عشان الأستاذ احمد بيسأل على المرجع بتاع الـ IQF اه اه بكرة بقى ان شاء الله هناخد الـ 3DG وهناخد سلوك تاني معاها وربنا سعى للحال اه هتمنى لكم كل خير ان شاء الله واشوفكم بكرة على خير شوفكم بكرة على خير ان شاء الله لاستكمال الشرح بتاعنا في المنحجية 6-6 السلام عليكم اشتركوا في القناة